السلام عليكم كل من قناة الاعزاء. معكم انا اخوكم عاد الولي. موضوع حلقتنا النهاردة هو عن انتهاء اسطورة امارة العفريد في منطقة رجدي في اسكندرية. امارة العفريد في رجدي اسطورة بقالها او ظلت تردد في الشرع السكندري اكتر من خمسين سنة. خمسين سنة الناس بتخاف تمشي من بتاعة العمارة بيخافوا يصيروا من جوار العمارة من المنطقة كلها. في اسطورة ظلت للمدة خمسين سنة بتقول ان العمارة مسكونة بالعفريد. الاسطورة كان بتقول كمان ان كل اللي كان بيدخل عمارة اما بيتحرق او بيترامل من فوق. او بيواجه العفريد لواحده. زي ما تشوفين دي ده اه العمارة قبل التجديد والتطوير. لما كان اسمها عمارة العفريد كان منظرها كده. طبعا المنطقة كلها اتغيرت. حتى العمال اللي على الشمال واللي عالمين واللي خلفها. كله طلع نطيحات سحاب. اه فالمنطقة كلها اتغيرت. ده ده منظر العمارة. لما كانت الناس بتخاف تمشي من جنبها وكنا بنسموها عمارة العفريد. فين عمارة العفريد في اسكندرية? في رجدي. فين? في رجدي هي ما بين شارع ابو اير وشارع احمد شويع التورماي. باب اه العمارة بيفتح في شارع الاسماعيلية طبعا اه هي بجوار محطة التورماي محمد محفوظ ورشدي وصفا كامل. اه من ناحية التانية في شارع ابو اير امامها منطقة كفر عبدو. اه مين اللي كان سبب اه طبعا بازن الله في انتهاء اه اسطورة عمارة العفريد? لكن في البداية لو انت اول مرة تابعنا يا ريت تشترك في القناة. فعل زر الجرس علشان وصلك كل جديد بنزلونا على اسكندرية. ما تنسوش تدعمونا بلايك. ما تبخلوش علينا بلايك يا جماعة احنا محتوانا هادف. اه مش زي قنوات الهيشتك بيشتك اللي بتجيب متين وثلتمائة الف لايك في في اليوم. فيا ريت ما تبخلوش علينا بلايك. مين كان اه ربنا جعله سبب ليه انتهاء اسطورة العفريد في اسكندرية? اه الشباب النادق المتعلم. اه اجتمعوا اه ارسلوا دعوات على اه مواقع التواصل الاجتماعي اللي هما ان شاء الله هيتخلوك عمارة العفريد. فدخلوا بازن الله ومعهم مصاحفهم. وقبل ما الشرطة تيجي طلعهم. طبعا ده الباب الجديد. باب عمارة العفريد الجديد او عمارة رشدي من على شارع اسماعيلية. هو شارع جانبي. ما بين شارع برسعيد وحمد شاو عطور ماي. اه قبل الشرطة بيجي طلعهم كانوا اه دخلوا اه تسلقوا الفيلا فيلة سباهي اللي بجوار العمارة. وطلعوا فجأوا انه العمارة على الطوبة الحمرة. مش حتى مت محرة. اه لسه ما فيهاش اي حاجة بالدلق اللي كان فيه حد سكن العمارة. لا فيها سباكة لا فيها انجارة لا فيها حمامات لا فيها سرائر. مش متشط طبقه ده بيدل ان ما فيش حد سكن العمارة لا عرس ولا عرسان. الموضوع كله الواضح ان اصحاب او ملاك اه العمارة كان في اه انه في الموضوع او كان فيه شيء الله اعلم ايه هو. وكان من مصلحتهم اللي هم يوهموا كل الناس ان العمارة دي فيها عمارة عفريت. دي ليه على كده ان كان فيه جراج زمان شغال تحتها. والجراج كان شغال اربعة وعشرين ساعة. ولكن فين العقل احنا ما كنا ممكن نسألهم نفسنا يعني هو العفريت بتسيب الجراج يشتغل واللي يطلع فوق فيها عفريت الله عالم هو كان فيه سر فيها والحمد لله السر انتهى. وبعد كده لما الشباب اه دخلوا وما فيش اه حاجة في شركة مقاولات اه تولت اه العمارة بالتطوير والتجديد زي ما شوائفين كده. واصبحت تحفة معمارية حديثة. العمارة زي ما هي والمباني زي ما هي بس حصل زي كاسو العمارة بطراز معماري اه متميز. واخفو معالمها الكائبة اللي حتى لو انت اه ممكن تعدي من جنب العمارة ممكن ما تعرفهاش دلوقتي. لو انت اه في زهنك العمارة القديمة ممكن تبص في العمار كده تقولي يا ترى هنا عمارة العفريت. وكمان العمارة اللي على اه شمالها كانت ارض فضية او كانت ارض عمارة منخفضة. اصبحت هي كمان ناطعة سحاب. فالدنيا تغيرت خالص في اه شارع ابو اير في منطقة رجدين. ده ما يمنحش دلوق اللي اللي وفنى في ايصاله ولو معلومة اه واحدة صحيحة. انا عارف اللي فيه ناس ممكن تهجب تقول لا اه ده كان فيه وكان فيه وكان فيه كل القصص دي كلها حكايات واساطير من انفسنا من اهلنا. ابويا وامي وسيدي كل هم اللي نسجوا الاساطير واحنا صدقناها وتورصناها ولكن لابد من اعمال العقل وتحكم للعلم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة لكن ما تبخلوش علينا بلايك من اسفل الفيديو لو انت اول مرة اتبعنا يا ريت تشترك في القناة.